موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري أشرف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أمس بالمدينة القديمة بالرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية ربضان 1443 التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك وتعكس هذه المبادرة ذات الرمز القوية في هذا الشهر الفضيل العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعيتها شاشة اجتماعية كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآذر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي وسيستفيد هذه السنة من عملية رمضان 1443 التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 103 مليون درهم حوالي 3 ملايين شخص يتوزعون على 83 إقليماً وعمالة بالمملكة وينتمون إلى 600 ألف أسرى منها 459 ألف وخمسمائة أسرى بالوسط القروي أي ما يعادل 77% من الأسر المستفيدة وعضحت هذه العملية المنظمة بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتي بلغت هذه السنة نسختها الثالثة والعشرين موعداً سنوياً هاماً يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين ودوي الاحتياجات الخاصة أعلنت وزارة النقل والوجيستيك أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أتمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مصاطر المصادقة ويعد هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنية النقل الطرقي بلمملكة يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنية النقل الطرقي في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي وعقدت الوزارة يوم أمس اجتماعات رأسها السيد محمد عبدالجليل وزير النقل والوجيستيك مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر وعلى هام شهاد الاجتماعات تمت أيضا إطارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجل تسديد أقصات القروض لمؤسسات التمويل حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع وفي شأن الدولي وارتباطا بالأثمة الروسية الأوكرانية يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكي قال لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسنبورغ قال لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط إلى أمريكا الجنوبية حيث أعلن الرئيس البروفي بيدرو كاستيو عن فرض حضر تجول في العاصمة ليما وفي مدينة كالاو الساحلية المجاورة بعد تداهرات نظمتها شركات نقل وشابتها أعمال عنف احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود ودخل حضر التجول الذي طال نحو عشرة ملايين نسمة حيز التنفيذ عند الفجر وسيظل ساريا لمواجهة أعمال العنف التي أتارتها بعض الجماعات من أجل استعادة الهدوء والنظام وفق ما قال كاستيو في خطاب متلفز سجلت الصين يوم أمس أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 غالبيتها حالات بدون أعراض وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء اللجنة أبرزت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 19.200 حالة بدون أعراض في البلاد مشيرة لأنه من بين هذه الحالات تم تسجيل أزيد من 16.700 حالة في شانغاي المركز الاقتصادي للبلاد ونحو 1800 حالة في جيلين وهي مقاطعة تقع في شمال شرق البلاد ولم تعلن السلطات الصحية الصينية عن تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 رياضيا خاض لاعب ريال مادريد يوم أمس الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة تشيلسي في دهاب ربع نهائي دور أبطال أوروبا وذلك باستثناء التلاتية المصاب هازارد ولوكا يوفيتش وإسكو الذين بقوا في إسبانيا ووسط أجواء باردة في لندن غلبت الأجواء الترفيهية على هذه الحصة التدريبية للفريق الملكي على ملعب ستانفورد بريدش ولم تشهد الحصة أحمالا بدنية كبيرة على اللاعبين تجنبا للإصابات العضلية واقتصر الأمر فقط على بعض فقرات الإحماء وتناقل الكرة بين اللاعبين في مجموعات داخل مساحات صغيرة رياضيا دائما أكد توماس تخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي أن على فريقه ألا يستهين بخصمه ريال مادريد عندما يلتقيان مساء يوم في ملعب ستانفورد بريدش مبرزا أن النادي الملكي يملك ما يلزمهم للمنافسة على اللقب وقال تخيل في مؤتمر صحفي يوم أمس لقد فازوا باللقب ثلاث مرات على التوالي رغم صعوبة البطولة لقد وضعوا ثقتهم في الفريق نفسه لفترة طويلة لكن من الطبيعي أن يحدث التغيير من حيث سلسلة الانتصارات والوصول إلى النهائي ربما هذا ما حدث وكانت تشيلسي قد أقصر ريال مادريد من نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يتوجل البلوز باللقب على حساب مانشستر سيتي نهاية هذا الموجه استفاصل أوفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني أنفتكا تيفي بوايما شكرا لكم على تيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم